بسم الله الرحمن الرحيم علامات الأسماء هناك للإسم علامات من هذه العلامات ما يكون في أوله ومن هذه العلامات ما تكون في آخره وقد ذكر العلماء عددا من العلامات للأسماء نذكر بعضا منها في هذا الدرس العلامة الأولى قالوا الل التعريف وهذه علامة تدخل في أول الإسم العلامة الثانية النداء وهذه أيضا علامة تأتي في أوله العلامة الثالثة قالوا دخول حرف الجر وهو يأتي في أوله العلامة الرابعة قالوا التنوين وهو يأتي في آخره العلامة الأخيرة هي النسب هي النسب هذه أربع علامات من علامات الأسماء تتميز بها الأسماء عن الحروف وعن الأفعال نأتي إلى العلامة الأولى وهي الل التعريف لاحظ معي أن أل هنا إذا كتبت منقطعة فإنها تكتب الهمزة بهمزة قطح إذا جاءت منفردة أما إذا اتصلت بغيرها مثل الرجل الرجل القلم الجامعة الجنة الإكرام فإنها تأتي الهمزة همزة وصل همزة وصل لاحظ معي هنا في هذه الكلمات أتت الهمزة فيها همزة وصل هذه الكلمات أضحكم عليها بأنها أسماء أسماء لماذا؟ لأنها قبل الدخول عليها فالتعريف هذه لا تدخل إلا على الأسماء العلامة الثانية قالوا النداء فلا ينادى إلا الأسماء العلامة الثانية هي النداء كقول الله تعالى يا نوح اهبط بسلام يا نوح اهبط بسلام يا نوح وفي آيات كثيرة يا أيها يا أيها النبي ويا أيها الرسول وغيرها هذه اليا هي علامة من علامات أو هي أداة من أدوات النداء دخلت على كلمات هذه الكلمات أحكم عليها بأنها أسماء هنا نوح اسم وهنا أي اسم لأنها قبلت حرف النداء في أولها هنا يتبادر إلى الذهن تساؤل ونقف عنده وقفة لتفسيره يقول الله تعالى في آية يا ليت قومي يعلمون إشكال ظاهر وهو أن يا حرف النداء دخل على ليت وليت من المقرر السابق بأنها حرف ناسخ إذن ليت من أخوات إن كيف نقول بأن النداء علامة مع علامات الأسماء ونجد أن النداء دخل هنا على حرف هذا يعطيني خلل في القاعدة أو يعطيني خللا في القاعدة التي قررتها الجواب على هذا قد أجاب عليه العلماء من وجهين الوجه الأول قدروا وجود اسم حذوف التقدير يا هؤلاء ليت قومي يعلمون فقالوا أن المنادى هنا ليس هو ليت إنما هو اسم حذف المخرج الثاني أو التقدير الثاني الذي لجوا إليه قالوا يا هنا للتنبيه وليست للنداء وبالتالي قالوا يا هؤلاء ليست حرف نداء فليست علامة من علامات الأسماء وفي هذه الحالة خرجت الآية من الإشكال العلامة الثالثة من علامات الأسماء قالوا الجر فحرف الجر كما هو معلوم لا يدخل إلا على الأسماء أقول على سبيل المثال ألا إلى الله تصير الأمور وأقول جئت من الجامعة وأقول دهبت إلى مكة حروف الجر هنا حروف الجر هنا إلى على سبيل المثال ومن وإلى هنا دخلت على أسماء إذن الجر علامة من علامات الأسماء دخول الجر على كلمة يعطيني دلالة بأن هذه الكلمة هي اسم العلامة الرابعة من علامات الأسماء قالوا هو التنوين ما هو التنوين التنوين هو نون ساكنة هو نون ساكنة تلحق آخر الكلمة في النطق لا في الكتابة أقول على سبيل المثال محمد مجتهد ورأيت محمدا ومررت بسعيد لاحظوا معي نعطيها الحركة حركة التنوين المناسبة محمد مجتهد ورأيت محمدا ومررت بسعيد الأصل في الكلمات في الأسماء المتمكنة في الإسمية أن تنون إلا من عدة تمنعها من التنوين للتنوين عند العلماء علامات أو أنواع أربعة للتنوين أنواع أربعة النوع الأول من التنوين قالوا هو تنوين التمكين تنوين التمكين مقصود به هو الذي يلحق الأسماء هو الأصل في التنوين إذن نقول هو الأصل وهو الذي يلحق الأسماء ليدل على تمكنها في باب الإسمية وذلك أن الأفعال والحروف لا تنون الأفعال والحروف لا تنون فهذا التنوين هو تنوين يسمى تنوين التمكين وهو مما يعني كما مر معنا هو الأصل والأكثر والأشهر في أنواع التنوين أما عندي أنواع محددة مخصوصة بحالات معينة مثل التنوين التنكين وهو النوع الثاني قالوا هو الذي يلحق الأسماء المبنية المختومة بويه للدلالة على أنها منكرة أقول سيبا ويه نكرته ليس المقصود به سيبويه المعروف عندنا العالم النحو إنما أردت منه سيبويه شخص آخر شخص نكرة لما أقول صهن عندما أنون هنا فأنا أقصد التنكين يعني أسكت عن أي كلام فهو يلحق مثل هذه الكلمات أيضا تنوين المقابلة قالوا هو التنوين الذي يلحق جمع المؤنث السالم لماذا يلحقه لكي يقابل النون في جمع المذكر السالم أقول قائمون وقائمات يقول الله تبارك وتعالى عسى ربه أن يبدي له أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قالتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا لاحظ معي أن التنوين هذا الذي يأتي في جمع المؤنث السالم يسمونه تنوين مقابلة لأنه يقابل النون الموجودة في جمع المذكر السالم أما النوع الأخير من أنواع التنوين فهو التنوين العوض وهو الذي يأتي عوضا عن محذوف مثلا على سبيل المثال كلمة قاض أصلها طبعا القاضي ولعلة الصرفية حذفت الياء لما حذفت الياء عوضوا عنها بتنوين سموه تنوين العوض أيضا لما يقول كل ميسر لما خلق له مثلا كل هذه أصل الكلام كل رجل أو كل امرأة أو كل شخص ميسر فلما حذفت الكلمة عوضت عنها بالتنوين يسمونه تنوين العوض أيضا في القرآن الكريم في كثير من الآيات غواش وجوار هذه كلها مثل تعلق لها القاضي أصلها غواشي وجواري هذا أصلها لكنها تكتب هكذا جوار غواشي بدون ياء وعوضنا عن ياء المحذوفة هذه بالتنوين يسمى تنوين عوض فهو يأتي في حالات محددة العلامة الخامسة قالوا النسب النسبة لا يمكن أن أنسب إلا إلى إلا إلى اسم على سبيل المثال أقول مثلا كلمة مكي مدني قحطاني جامعي هذه كلها الياء يسمونه هنا ياء النسب جامكي مدني قحطاني جامعي هذا الأسماء التي قبلها مكة والمدينة وقحطان وجامعة هي أسماء لأنه أمكن النسبة إليها انتهى هذا الدرس أراكم في درس قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته